اشتركوا في القناة اصحاب السمو الشيوخ ورؤساء الدوائر والهيئات المختصة والاستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشريقة رئيس ومؤسس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك وقد أعدت إدارة المركز برنامجا تقنيا خاصا يستخدم صاحب السمو حاكم الشريقة لتشغيل المرصد الفلكي عن بعد في اتجاه عدد من الأجرام السماوية السحيقة البعد وعرضها على الحاضرين من خلال شاشات رقمية أعدت في مقر المركز تشتمل المرحلة الجديدة من المركز على معرض الكون في القرآن الكريم ونموذج ضخم عن صاروخ اريان الفضائي ومعارض الفضاء وجدارية الكون والفضاء فضلا عن المرصد الفضائي الفلكي قدم سمو الشيخ سلطان بن زايدان انهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة صباح اليوم واجب العزاء في وفاة المغفور له خلفان عبد الرحمن بالرمضان المنصورية وذلك خلال زيارته لمنزل الفقيد في مدينة ليوى في المطاقة الغربية شارك سمو خلال فترة تواجده في تلقي العزاء من المواطنين والوافدين الذين قدموا للعزاء والمواسات سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأيولهم أسرته وأهله الصبر والسلوان كان في استقبال سمو أولاد الفقيد عبد الرحمن وسعيد عمير صالم علي شاكرين ومقدرين سعي سموه لمواساتهم وتخفيف أحزانهم قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد الانهيان ممثل الحاكم في منطقة الشرقي صباح اليوم واجب العزاء للسيد حمد سعيد النعامي بلك في وفاة شقيقه المغفور لهم حمد سعيد النعامي في منزل الأسرة في منطقة فليه الزع في مدينة العين وعبر سموه عن صادق تعازيه ومواساته دعيا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان كما قدم التعازي إلى جانب سموه الشيخ الزعب بن طحنون على الانهيان وكل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية اطلع سمو الشيخ الزعب بن زايدال انهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على شعار خطة أبوظبي الذي يمثل أحد عناصر الهوية الترويجية للإمارة واستمع سموه في مكتبه بديوان ولي العهد إلى شرح حول تصميم الشعار الذي يأتي على شكل شراع السفينة المستلهم من وحي الإرث التقافي لدولة الإمارات وكان سموه اطلع على النسخة المحدثة من خطة أبوظبي في ديسمبر الماضية والتي تتضمن 25 هدفا و83 برثمجا حكوميا سيتم تنفيذها خلال الأعوام الخمسة المقبلة ويهدف شعار خطة أبوظبي التي تنفذها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بشراكة مع الجهات الحكومية المعنية إلى تعريف المجتمع بالخطة ومكوناتها وأهدافها ويستلهم شعار الخطة كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدال الهيان وليعهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال القمة الحكومية الثالثة 2015 حين أشبه سمو صلابة وتنوع اقتصاد الدولة في تجاوز الظروف والتحديات المحيطة بالسفينة الماضية بثقة لوجهتها تأكيدا منه أن دولة الإمارات ستواصل نهضتها الوطنية ومشروعها الإنسانية ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايدال الهيان وزير الخارجية وفدى الدولة المشارك في أعمال الدورة الأولى من الاجتماع الوزارية لمنتدى التعاون العربي الهندية الذي بدأت أعمله في المنام اليوم يبحث المنتدى العلاقات العربية الهندية بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأسوب لمكافحة الإرهاب إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي بين الجانبين حيث شهدت الجلسة المغلقة للمنتدى مناقشة عامة حول العلاقات بين الدول العربية وجمهورية الهند وكلمات أصحاب المعالي والسعادة وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركة كما تمت مناقشة واعتماد إعلان المنامة الصادر عن الاجتماع الذي تضمن المواقف والتفاهمات المشتركة بين الجانبين العربي والهندي حيال قضايا التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وما استجد من أخبار وفي نفس السياق حيث استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس وزراء مملكة البحرين بقصر القضيبية في المنامة سمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان وزير الخارجية ووزراء الخارجية العرب المشاركين في الدورة الأولى للاجتماع الوزري لمنتدى التعاون العربي الهندي الذي تستضيفه مملكة البحرين أشهد سمو الأمير خليفة بن سلمان الخليفة بالمبادرات العربية التي تعزز التعاون والتحالف للتصدي لمحاولات تقويض الأمن العربي مشيدا سمو بمبادرات المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل السعود في توجيه دفة العمل العربي نحو المزيد من الوحدة والترابط لتأسيس قوة عربية تحمي دولها وشعوبها من الأخطار والتدخلات أو التدخلات من خلال قيادتها لقوات التحالف العربية تحت رعاية سعدة سلطان أحمد بن سليم رئيسي موانئ دبي العالمية رئيسي مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أعلنت جمارك دبي رسميا اليوم ألاحظ عن فعالية أسبوع جمارك دبي الأول تحت شعر جمارك دبي عالم من الابتكارات الرقمية المزيد في سياق التقرير التالي مع زميل أيمن مصطح خلال حفل الإطلاق الرسمي الذي نظمته الدائرة في مقرها الرئيسي بحضور سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وسعادة أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي وسعادة هاني راشد الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية وممتلئ القطاع الخاص ووسائل الإعلام أعلنت جمارك دبي عن تنظيمها للمرة الأولى على مستوى الإدارات الجمركية في العالم أسبوع جمارك دبي الأول والذي يتضمن مجموعة كبيرة من الفعاليات خلال الفترة من الرابع والعشرين إلى ثامن والعشرين من يناير الجاري بالتزامن مع اليوم العالمي للجمارك الذي يوافق السادس والعشرين من يناير من كل عام وألقى سعادة السلطان أحمد بن سليم كلمة افتتاحية رحب فيها بالحضور وأثناء على مشاركتهم الفعالة لجمارك دبي في الفعاليات المتنوعة الهادفة إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي عالميا كمركز تجاري إقليمي ووجهة رائدة للمال والأعمال اليوم نحن أطلقنا مبادرة أسبوع جمارك دبي الأول وهذه المبادرة تقريبا أول مبادرة تصير في الدوارة الجمركية على مستوى العالم وهي عبارة عن احتفالية تم مشاركة القطاع الخاص فيها من أجل نقل وتبادل المعرفة وتكون هناك أيضا كثير من ورش العمل والمحاضرات التي تتعلق بالعمل الجمركي وحتى العمل الإداري والعمل اللوجيستي خاصة أنه اليوم يمكن في دولة الإمارات كثير من الشركات التي تطبق أفضل للممارسات والتجارب فبالتالي نحن اليوم نتشارك معهم من أجل التبادل المعرفة والخبرة وحرصات الدائرة خلال أسبوع جمارك دبي والأول من نوعه على المستوى العالمي على رفع مستوى الوعي بالخدمات التي تقدمها جمارك دبي للعملاء وإبراز تلك الإنجازات بالتواصل مع الجمهور عبر كافة قنوات التواصل والتسويق وتثقيف المجتمع بالدور الذي تقوم به جمارك دبي في حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية السيارة الكاشف فيها طبعا 16 جهاز منها طبعا أجهزة مخدرات وانفجرات وفيها فحص الأدوية هذه السيارة في وقت السابق كانت عندنا أجهزة قفل لسها الأجهزة كانت تستخدم بس في المكاتب يعني فاليوم أنا افتكرت السيارة هاي طبعا فيها اليوم تغريب 16 جهاز مخلنا في وقت السابق كان المسافر يعني ذياب الأدوية ولا شيء نفحص الأدوية تقريبا يبالها 7 ايام 4 ايام لما نحاول للجهات المعنية اليوم خلال 7 دقايق طبعا نخلص المسافر طبعا يطلع بالسلامة وتأتي المبادرة اليوم تحت شعار جمار كدبي عالم من الابتكارات الرقمية في إطار جهود الدائرة الحثيثة والرامية إلى توعية جميع شرائح المجتمع بالعمل الجمركي والدور الحيوي الذي تؤديه الدائرة في حماية المجتمع ودعم الاقتصاد والتنمية أيمن مصبح قناة الضفرة تشارك دولة الإمارات في الدورة الثلاثين لمهرجان الجنادرية للثقافة والتراث الذي تقام فعاليته في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من الثالث إلى العشرين فبراير المقبل يتضمن الحضور الإماراتي اللافت في جناح خاص مجموعة متنوعة من الانشطة التي تجسد عمق وأصالة الموروث الشعبي الإماراتي وتأتي تتويجا لنجاح المشاركات السابقة في استقطاب قطاعات واسعة من الجمهور وآخرها في دورة الماضية التاسعة والعشرين التي كانت دولة الإمارات فيها ضيف شرف المهرجان الفين وأربعة عشر في ملفنا اليمني حيث سيطرت المقاومة الشعبية وقوة الجيش الوطني اليمني على منطقة نجد كسيم في المسرخ أربع مدينة تعز بشكل كامل بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوث والمخلوع صالح في الوقت الذي تسعى فيه المقاومة والجيش للسيطرة على مديريات المسرخ وقتل وجرح العشرات من الميليشيات في مواجهات جرت في منطقة الصفراء الحدودية بين مأرب والجوفة بينما تمكنت المقاومة والجيش الوطني من أسر تسعة من المتمردين الحوثيين تمت السيطرة على مواقع استراتيجية في مديرية مرزر شمال مأرب من جهتها شن طائرة تحالف غارات مكثفة على معسكرات وتجمعات الإنقلابيين في البيضة وحج وتعز اقتصادياً خالفت خمس أسهم انتفاعات سوقي دبي وأبوظبي الماليين بتعاملات يوم الأحد وسط موجة من الارتفاعات حلت بمعظم أسواق المنطقة مع ذلك نجح المؤشر العام للسوق أبوظبي للوراق المالية في إنهاء تعاملات الأحد جلسة بداية الأسبوع على ارتفاع في ظل ارتفاع شبه جماعي للقطاعات بصدرات العقار والطاقة كما وأنهى سوق دبي المالي هو الآخر جلسة بداية الأسبوع مرتفعاً بأعلى وطيرة في ظل أداء نجابي لجميع الأسهم الكبرى بقيادة أعمار وأربتك والدبي الإسلامي بعد ارتداد أسعار النفط أو أسعار النفط والأسواق العالمية بنهاية الأسبوع إلى آخر إغلاقات المؤشرين لليوم كما وإليكم درجة الحرارة العظمى والصغرى في مدن دولة الإمارات ترجمة نانسي قنقر نهاية الناشرة أشكركم لحسن المتابعة وبنلقاكم على خير بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة